بدأت سعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم بقيمة 26 دولار و60 سنة ودخل هذا القرار حيز النفاذ في الأول من شهر تموزة الحالي وأوضحت السلطات السعودية أن الأشخاص المشمولين بهذا القرار هم أقرباء المقيمين الأجانب في المملكة والعمال المكفولون من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين وأوضحت سعودية أن ذلك جاء في خطوة جديدة لتحصيل أموال إضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع أسعار النفط